مرحبا اليوم فقرتنا راح تكون عن اللعب في ثلاث قلوب دفاع الفكرة اللي انتشرت بسبب مدربين امثال كونتي وبيلسا وخصوصا تحقيق كونتي للقب الدوري الانجليزي في اللعب في هاي الفكرة ايش ميزات هاي الفكرة ايش سلبياتها ليش المدربين بيتجهوا ليلعبوا في ثلاث قلوب دفاع في البداية لازم اوضح فكرة ان الدخول في ثلاث قلوب دفاع راح يعطيني الدخول في رسم معين مثل ثلاث خمس اثنين او ثلاث اربع ثلاث وتفرعاتهم يقدر تختار الرسم الفني حسب الخصم وحسب الادوات المتاحة عنده للدخول في ثلاث لاعبين في الخلف راح يعطيني خيارات تكتيكية عديدة في الملعب فاول شيء راح يعطيني وينك باك على الاطراف وهو الضهير بليه تمركز في طرف الملعب وبوسع لي عرض الملعب انا محتاج من هذا اللاعب اللي هو مثل حكيمي في الانتر يكون متميز في تحركاته ذكي في تدخلاته بيعرف متى يهجم بيعرف متى بيضل في الخلف تمركزه في هذا المكان بيعطيني عرض ملعب واسع جدا يعني راح اهاجن في اكبر مساحة ممكنة راح اخلي الخصم يدافع باكبر مساحة ممكنة وهيك راح يبدو الجهد اكثر اثناء الدفاع راح يترك مساحات خلف قطوطه اللي لازم انا استغلها مع تمركز الوينك باك في طرف الملعب راح يرتفع معاي خط قلب الدفاع محتاج انا من ثلاث قلوب دفاع كميزاته الميزات الطبيعية مدافع قوي في تدخلات الهوائية والارضية ذكي في تحركاته وتوقيت تدخله على الكرة وما يرتكب اخطاء كثيرة فاذا كنت انت مدرب بتحب تلعب في اسلوب سريع مثلا مثل اسلوب كونتي مع تشيلسي راح يكون عندك مدافعين اللي هم كانوا عنده ازبريكويتا وروديجر وايضا مدافع مميز في الكرة مثل لويز فمن الشرط انك تلعب في ثلاث قلوب دفاع لازم يكون عندك مدافع مميز في التمرير فكان الاسلوب كونتي وروديجر يتمركزوا في انصاف المساحات بشكل مرتفع قليلا عن لويز والويز يتمركز في عمق الملعب بشكل يعطوه حرية اكثر في التحرك بالكرة يغطو عليه وايضا يكون لويز هو النقطة الاولى في بناء الهجم بحيث يمرر التمريرات طويلة الى الاطراف هذه كانت نقطة جيدة جدا في بناء الهجم لانه انت عندك خيارات عديدة للتمرير عندك مساحة كبيرة في عرض الملعب ورح تهرب من الضغط العالي اللي بيرتكبه عليك الخصم اما عن نوعية لعب الوسط اللي ببحث عنها فببحث على اللاعب مميز جدا في قطع الكورات سريع في تدخلاته ايضا لاعب ليقت البدنية عالي جدا مثل كانتي مع تشيلسي لاعب اخر مميز في التمرير مميز في بناء الهجم ذكي جدا في التحرك خلف خطوط الضغط ويتحكم لي في رتم الملعب مثل مودرت الان العب في لاعبينه في الوسط او ثلاث لعيبة في الوسط هذا بيعود لدراسة للخصم فمثلا اذا الخصم كان جدا مميز في الضغط العالي من عنق الملعب اكيد انا رح العب في ثلاث لعيبة في الوسط عشان اقدر اطلع في الكرة بشكل سليم ايضا نفس الاشي بالنسبة لنوعية لعيبة الهجوم اذا كان مثلا فريقي عندي وينج باك مميزين في العرضيات وايضا عندي لاعب مهاجم ثاني مثل نوعية فيرنور بيتحرك بشكل ممتاز خلف خطوط الضغط في الثلث الهجومي بيتحرك بشكل جيد خلف البوكس وبيعمل اسستات بنيحة وسريع في الاطراف بلعب في مهاجمين وبتفوق على الخصم مثلا اذا كان الخصم يلعب 4-4-2 فراح يكون عنده مدافعين فقط ولعيبة اجنها فراح يكون عنده اطراف بتساند في الحال الدفاعي فانا بلعب في مهاجمين وبصير عندي تفوق عددي في عمق الملعب الهجومي فلاصة الايجابيات بأنه هذا الاسلوب يعطيك خيارات كثيرة للتمرير رحي يعطيك انتشار جدا ممتاز في الملعب يعني لعيبة اكثر امام الكرة مما يعني انه زوايا رؤية للتمرير متاحة اكثر لحامل الكرة ايضا رحي يعطيك ربط افضل بين الخطوط فعندك انتشار جدا ممتاز على الاطراف مما يعني مثلثات على اليمين على الاشمال رح يكون عندك هجوم جيد جدا من الاطراف أيضا رح يكون عندك توسيع في الملعب يعني رح تكون عندك مساحة جدا ممتازة أنك تبني فيها الهجمة فهذا رح يكون تكتيك مضاد للفرق اللي بتلعب في ضغط عالي مثلا مثل ليفربول رح تقدر يضايقها جدا بشكل ممتاز إذا العبت في ثلاثة خمسة اثنين أو ثلاثة أربعة ثلاثة إنك تلعب في ثلاث قلوب دفاع رح تطلع من الضغط العالي بشكل ممتاز الفكرة إنه إذا كان عندك اللعيب المناسب لهذا الأسلوب لعيب يفهمي هذا التكتيك بشكل جدا ممتاز إذا العبت في هذا التكتيك وطبقوه بشكل جيد جدا رح يكون عندك إيجابيات جدا كثيرة في الملعب ورح يكون التكتيك جدا ممتاز مع عودة الوينج باك في الحالة الدفاعية رح يصير عندي خمسة في الخط الخلفي يعني لاعب إضافة في العمق وإحنا منلاحظ أنه أغلب الخطط حاليا وأغلب الفرق بتلعب فيه مهاجم واحد المهاجم الواحد هذا رح يلاقي ثلاث قلوب دفاع أمامه في الحالة الدفاعية مع إغلاق تام للخطوط المطلوب من الفرق إنه يدافع في كتلة واحدة ويهاجم في كتلة واحدة عشان يضمن نجاح هذه الفكرة طبعا لكل خطة مثل ما فيه إيجابيات فيه سلبيات من سلبيات هذه الخطة أنك إنت محتاج عناصر مميزة جدا عناصر فاهم الأسلوب ومتشبع أفكار المدرب لأنه الغلطة بألف أيضا أنت بتلعب ثلاث قلوب دفاع مش قلبين دفاع يعني التفاهم بينهم رح يكون أصعب إذا لاعبت مركز بشكل خاطئ أنت ممكن تكسر التسلل أيضا من المعروف في هذه الخطة أنه دائما حيكون فيه مساحة بين ونكباك وقلب الدفاع وهذه المساحة مع ارتفاع ظهير الخصم وتواجد جناح الخصم ممكن يستغلوها بشكل سيء على فريقي أيضا في عمق الملعب إذا كنت ألعب أنا في لاعبين وسط ومثلا واجهة خصم بيلعب بأربعة ثلاث ثلاث ممكن يصير عنده تفوق عدد إلى الخصم وإذا يقني في عمق الملعب لهيك أنا لازم أدرس الأسلوب بشكل جيد هذا الأسلوب إذا أنا كنت بدي ألعب فيه لازم يكون عندي دراسة جدا مميزة للتفاصيل الخصم دراسة للتفاصيل الصغيرة ويكون عندي مرونة في التحولات مرونة في التحول الهجومي والانتقال من رسم فني معين إلى رسم فني آخر بهيك وكون وصلت لنهاية حلقة اليوم بانتظار آراءكم وكومنتاتكم إيش رأيكم في الأسلوب اللي حكيت فيه اليوم إيش حابين أحكي فيه لقدام من الأفكار التكتيكية وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة بيس